وصل وفد الميليشيا إلى السوكهولم وتقرر موعد بدء المشاورات إنجاز يحسب للجهود الاستثنائية التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث بعد أن تلقى صفعة مؤلمة في السادس من سبتمبر الماضي عندما لم يتمكن من جمع طرفي الصراع في أول مهمة كادت أن تنذر بنهاية وساطته إلى فشل ذريع خاض المبعوث الأممي خلال الشهرين جولة ماراثونية شاقة لتحقيق الهدف الذي وعد به والمتمثل في جمع الأطراف ثانية ولكنه عمد إلى إنجاز مهمته بالطريقة التي لا يتكرر معها الفشل والذي كان قد أنحى باللائمة على وقوعه على التحالف العسكرية السعودية الإماراتي أولا ضمانت بالوفد الوطني ذهاب وعودته وكان صادق غريفث أنه بالفعل جاء ليأخذنا وسيعود معنا هذا مسألة مهمة يعني هذه مسألة مؤمنة خروج الأسرة هذه أيضا استطاع أن ينجزها نتوقع وأنا متأكد هو وضع إطار عام للمفاوضات من أجل الشروع في العملية السياسية في التفاوض حول العملية السياسية لم تكن الطريق إلى السكهول مفروشة بالورود بل كانت شاقة وملغمة بالنوايا السيئة من جانب الطرفين قبل أن يصل الجميع إلى نهاية جيدة فقد غادر وفد الميليشيا بعد إنجازات مهمة حققها المبعوث الأممي وفي طالعتها توقيع الطرفين على اتفاق شامل لتبادل الأسرة والمعتقلين والمختطفين هو اتفاق شامل وكامل لتبادل جميع الأسرة والمعتقلين والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية ومن دول التحالف سواء كانوا لدى الأطراف اليمنية أو لدى دول التحالف والاتفاق من جزئين الجزء الأول هو بنود الاتفاق والجزء الثاني هي آلية التنفيذ والتي هي مزمنة وستبدأ على مراحل من هذا الأسبوع إن شاء الله ثلاثة موفدين كانوا برفقة وفد الميليشيا هما المبعوث الأممي والمبعوث السويدي إلى اليمن والمبعوث الكويتي والجميع تقريبا بات يدرك أن مهمة سوكهولم لن تتعد مسألة بحث الإطار الذي ستنتظم فيه المفاوضات المقبلة بين الطرفي الصراع من أجل قضايا الحل الأساسية السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية إن توفرت الظروف الملائمة لانعقادها ترحيب من واشنطن والأمم المتحدة بهذه الجولة من المشاورات المتوقع أن تبدأ الخميس بعد أن يصل الوفد الحكومي الذي يرأسه وزير الخارجية خالد اليمان إلى سوكهولم حيث من المقرر أن يشارك في هذه الجولة كمراقب 23 سفيرا يمثلون الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن نبرة تفاؤل تسود الوسطة الدبلوماسية الدولية المعنية بهذه الجولة من مشاورة سوكهولم عبر عنها السفير البريطاني إلى اليمن مايكل آرون الذي كشف عن جانب من مهمة هؤلاء السفراء خلال جولة مشاورة سوكهولم المشاورات ستكون إن شاء الله من أجل وضع إدار شامل وكامل للمباحثة المستقبلية ولمفاوضة المستقبلية في هذا المجال أو الملفات وملف الرئاسة والرئاسة الوزراء والجانب الأمني والعسكري وفتح المطارات والميناء والقضية الإنسانية سواء الحصار ورفعه أو بقية الجرحة أو ملف العسر والمعتقرين لم يعد الحديث إذن عن إمكانية انعقاد المشاورات بل عن إمكانية نجاح الطرفين في تحقيق اختراق جوهري يرسخ الحل السياسي طريقا وحيدا لإنهاء الصراع وهو ما لا تتوفر مؤشرات جديدة لإمكانية توفره حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة